انا مش عارف ايه همية خبر زي ده يا باشا سيادتك عارف ان دي هي الشاهد الوحيد في القضية وانها كانت في اغماء اوفاقت برضو ماهمش حد لو انا ما نشرتش ساعات تخيري حينشر وسيادتك سيدي العارفين عارف كويس اهمية ان انا اللي انشر الاول ده اللي هيحدد لنا السكة اللي كل الناس هيمشوا ورايا فيها وبعدين هروح بعيد ليه سيادتك شوف بنفسك الفرق بين قص الخبر وبين اللي انا كان برضو ممكن حد ينشر بشكل دايس ارواد دي عشان كده سيادتك يبقى اهم حاجة ان انا اللي انشر الاول سيادتك عارف الصحفي ده اكتر مني يا باشا كلهم بينقلوا من معط اهم حاجة ان الرأيي الاولاني هو اللي بيسون ماشا ما اترز انا عايزك تشيل بجملة دي متطبعة يا باشا ما فيش ده ما تفصلنيش ونفذ اللي انا بقولك عليه بقمورن سيادتك انت ليه بطلت شغل في البرنامج بتاعك على مدام سهم اهو شوفك يا باشا ساعات ثقت ساعاتك فيها بتتهز وما قولكش ده شيء بيجرح لانتراجد ايه مش معقولة باشا انا عيد نفس الكلام اللي قلناها قبل كده انا النهاردة هزيع فيديو جديد وحاصر ماشي بس انا عايزك تشوفلي فكرة جديدة وبرضو ما تبطلش شغل على مدام سهم عناية الاتنينة باشا اه يا روي اه يبا ايه ده ناية تنصروا كده ليه اه نار يبا نار ايه اللي حزو الفرقة ترتشت علي يا وسامنا لسوا عاية كده طب تحال يا دمية ابعد ابعد يا دمية اه اه يعني كان لازم نحمر ثلاث فرقات يا اما بقى هم هيبوزوا منه مش هيلحق يا كلهم هلهم هياكل لوحده يا بيتي بيش دميله هتاكل معاه اه يا اختي دافر صنية الرواء والمكارونة والرز والبطاطس والبطير خير اه اه اجعلان لاتجايباله حاجة من بيت ابوية اه بالراحة يا اما بالراحة اه اه الان يا بيت الحمد لله يلا خلص اه اه ها اه افتح التلفزيون اوقف التلفزيون انت بقى وقف هنا ولا وقف ع السرير انا رحت هاجم عليها فيه وبعدت اطلع عزيزها كتير في بطنة اه وبعدين رحت بابت دايمة وبتضربها تاني تجربها بالسركين تمام بابتان وكتش رمز جلبيه بس اوروبا ومسط الورادي مال وبعدين ايه 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 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة